طيب هنا لازم برضو تبقى أو يبقى كلنا فاهمين الآتي مصر قامت بهذه المرافعة بهذا الشكل ليه لأنه أنا مش هقولك أنه إحنا أبطال العالم يعني لكن في النهاية إحنا أكتر دولة حملت الهم الفلسطيني لو صح كلمة هم أو حملت هموم القضية قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة من بدايتها مع ظهور بالمناسبة كتاب كان ظهر فيه بدايات القرن العشرين اسمه الدولة العبرية وبدأت هنا تذهب إليه مقالات وتحليلات الكتاب والنقاد والسياسيين المصريين من البداية طيب ثم بعد ذلك صدر قرار التأسيم بتاع الأم المتحسة 1947 ومن ساعتها مصر الحقيقة لم تتوقف مرورا بحرب 48 واللي يمكن للأسف انتهت به إعلان الدولة في مايو 48 أو إعلان دولة هذه الدولة العبرية التي أشير لها في هذا الكتاب القديم اللي عمره دلوقتي يزيد عن المئة سنة طيب ثم استمرت مصر الحقيقة في حمل أو في أنها تحمل هذه القضية على كتفها أمام العالم كله وخد بالك ده أدى إلى أن إحنا دخلنا 56 وهو هو ده اللي أدى إلى أن إحنا دخلنا 67 واستكملنا هذا المصار حتى في 73 برغم الانتصار لم تتوقف مصر إذن فمصر ما كانتش مجرد مشكلتها هي أن في جزء منها تم احتلاله في 67 ألاوها وشبه جزيرة سينة لا مسألة بالنسبة لمصر أكبر وأبعد من كده بكتير واحد أنها هم عربي أهم عربي أنها قضية صراع عربي صهيوني خد بالك أنه في نص اتفاق السلام 1979 مصر في هذا النص أكدت على أنه الإشارة لا تكون اسمها قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ولا قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصر أصرت على الصياغة ألاوها هي قضية الصراع العربي الصهيوني تاني وده من الدباجة بتاعة نص اتفاق السلام في 1979 الصراع العربي الصهيوني فيظل هذا الصراع هو القضية المركزية بالنسبة لنا في مصر على أن يظل أيضا قضية مركزية لدى إجمالي الوطن أو الشعوب العربية إجمالي الدول لـ 22 دولة أنها صراعا عربيا صهيونيا هل نحن من بدأنا هذا الصراع؟ على الإطلاق إحنا جلنا أجانب من شرق أوروبا يحتلوا أراضينا العربية بدأوا الأول بالمدابح ومستمرين بالمدابح يعني بدأوا الأول بالعصابات الصهيونية زي أنسل زي هاجنة زي شتيرن إلى آخره واستمروا في ذلك حتى بعد ما أعلنوا أنهم دولة وهنا دا هيوري لك سايكولوجيا هذه الدولة سايكولوجيا هذا الكياد الصهيوني المحتل دي سايكولوجيا قائمة على شغل العصابات العصابات الصهيونية اللي بدأت الأول هي هي نفس الطريقة بيعملوها دلوقتي وأنا وإنت بنتكلم مش بس علشان جنين ومش بس علشان مخيمات الضفة الغربية ولا بس علشان اللي بيحصل خلال 138 يوم اللي فاته لا هي نفس الطريقة بص على سايكولوجيا المستوطنين الصهيونة على الأراضي العربية مجموعة من أحط الفئات البشرية سلوكهم سلوك تنظيمات تشكلات عصابية سلوك مجرمين يمشوا يخطفوا أطفال من الشوارع يضربوا ستات يسحلوا الناس في الشوارع حتى في الأماكن المقدسة بيضربوا الناس وهي بتصلي وهي تتعبد أنت متصور؟ طيب ومن هنا كان الموقف المصري موقف شديد الوضوح بلا مواربات على الإطلاق القضية قضية مركزية واسمها بالنسبة لنا قضية الصراع العربي الصهيوني في المنطقة هل مصر هتفضل مستمر؟ بدليل هذه المرافعة وهي جولة وهنكسب